السلام عليكم شباب معكم علي وتاكو جيمر حاليا انا افاتح بث مباشر وبنافس الوقت عم سجل هذا الفيديو المهم انه هلا فيه جلتش اكس بي جدا خرافي بطور ليجو نزلت لكم فيديو الصبح على الطور هذا وصلت فيه ليفل 150 متل ما اكم شايفين هلا طلع جلتش جديد او ممكن انه انطلق وسوى تقريبا لجلتش القديم والجلتش الجديد فالمهم ما علينا بكل بساطة مشان تسوي لازم تدخل مع صاحبك يكون داخل طور ليجو داخل عالمه وهي شرطة والشرط الثاني انه بيكون عندك مهام ليجو هون بيقول لك انشئ هاي هذا التحدي شايفينه بيقول لك ابني طاولة تصنيع في عالم الصمود هذا هو التحدي يا شباب هذا التحدي اذا ما كان عندك للأسف ما حيضبط عندك القليتش طيب حلينا هلا وطبعا لازم صاحبك ما يطلع من الجيم لازم يظل في الجيم هذا الشرط الثاني قبل ما نبدأ لايك اشتراك يا شباب الله يسعدكم لازم سكود الايتم شوب اي واحد تسعة ويلا لازم نبدأ خلينا نعمل طلب انضمام للجوال طيب شباب كل عليكم هلا تنضموا حلوة هدا قليتش يا شباب انه سهل يعني ما يطلب منك اي متطلبات غير انه صاحبك يكون داخل عالم ليجو ما يطلع منه سواء كان مسوي التحدي مو مسوي التحدي القليتش هيضبط فبس خلي صاحبك بعالم ليجو وخليه لا يطلع منه اتجون على العالمه الهدام ويضبط معك الجوال و KLV يضبط معك الكلتش سيطال وهو تنضمُ انني لازم ما يطلع من العالم عشان يضبط الجوال انه مطلوب منه لا يوجد وصفات معروفة للبناء لنكن لازم نحكي مع بومار ايوه طيب لازم شاكينا نبني كام فير او هيك شي لازم نجمع تقريبا ثلاثة خشب ونبني كام فير لحظة لان العالم بما انه جديد يعني صعبة اغلبية الاشياء بدلها مو موجودة فالمهم نحن نجمع خشب هلا بنقدر نسوي كام فير بتنفترح لنا المفروض التطوير يعني متل وكنا شايفين حطها وين ما كان ما تفريق هلا لك فتح لك التصنيع شو بدها بدا تلاتة حجر اه خمسة حجر وتلاتة خشب طيب نجمحها طبعا متما نلاقكم ازا مساوي انت هذا التحدي والفعل بانيها لالتة التطوير من قبل فخلص انسى انسى يا مدير ما هيضبط معك لقليتش طيب اه هي معنا خمسة حجر انا نحتاج خشب بس طيب نحتاج خشبتين طيب طيب هلا قالت التطوير شغالة بس كله عليك تبنيها بيخلص معك التحدي متل معك شايف فوق خلص التحدي هلا بس علينا نطلع 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 كل دخل وطلع فيها اه لفل كامل تقريبا بس مجرد ما البط هذا طلع خلص القليتش وقف يا شباب اه هاي هي فكرة القليتش باختصار طيب هاي رجعنا دخلنا نرجع نطلع طيب هاي مية ثلاثة وخمسين نرجع هادل كررها قدامكم لوصل لفل ميتين طيب هاي لفل كمان شباب القليتش شغال مية في المية طيب شباب متل ما كم شايفين وصلت فيها لفل مية وستين صراحة وما لي خلق قمل لأكتر من هيك يعني خلص جبت البتل باس كله شباب شوفوا فتح البتل باس كله فهدول لسه بدهم خمسة واربعين يوم ليفتحوا فما في داعي انا بس حبت عرفكم القليتش باسرع وقت المهم اذا افدتكم لايك اشتراك لا تنسوا كودل ايتم شوب الله يسعدكم اي واحد تسعة ويلا صلنا هيك لنهاية المقطع وبيس او